السلام عليكم نشرح في هذا الدرس عن الامبوت او امر الادخال احيانا نحتاج بانه ندخل القيم عن طريق الكونسول ابطل بالكونسول هذي النافذة يعني هل ممكن بانه ادخل القيمة من هذا المكان ومن ثم اقرأها في البرنامج هناك عدة طرق طبعا لكن ممكن نختار الطريقة الاسهل في البداية نحن نحتاج ان نعمل شيء يشبه لسكنر بمعنى انه نكتب مثلا الاسم نكتب نص بهذا المكان ومن ثم نحتاج لانه نعمل سكنر يعني مثل ماسح ضوئي بانه يمسح الاسطر الموجودة بهذا المكان ويقوم بقراءتها وبإمكان بانه تخزينها والتحكم بها في البداية نعرف variable وهذا variable اكيد نوعه سترنج يعني احنا سنقرأ نص معين فاذا variable سترنج وليكن اسمه S بهذه الصورة لو نكتب مثلا new scanner الان لاحظ نشوف بانه يخبرني هل تريد كتابة scanner وهذا السكنر موجود بداخل java.util هل تريد استعمال هذا السكنر اضغط enter اللاحظ بانه بمجرد ضغطة enter هو قام بكتابة هذا السطر هو استدعاء هذا الكلاس اللي اسمه السكنر اذا import بمعنى استدعاء هذا الكلاس سكنر موجود بداخل util وهذا الutil موجود بداخل java فبالتالي كتب هذا السطر import java.util.scanner الان ممكن انه استخدم هذا الكلاس سكنر هذا الكلاس سكنر يحتاج الى انه نكتب له system.in بهذا الشكل ومن ثم . ونحتاج الى انه نقرأ السطر فبالتالي next line بهذا الشكل طيب في البداية قبل ما نشرح السطر ممكن انه نتأكد من هذا الشيء فقط نكتب system.out.println ومن ثم نطبع قيمة ال-s بهذه الصورة او ممكن مثلا نكتب عبارة معينة اذا name يساوي ومن ثم قيمة ال-s بهذا الشكل الان نضغط run في البداية ونجرب الكود نلاحظ بانه ما ظهر اي شيء لكن الان المفروض بانه عندما اكتب شيء يتنصت لي البرنامج ويقوم بمسح الاسطر التي اكتبه فبالتالي على سين مثال سنكتب مثلا علي الان نلاحظ لو اضغط enter شوف بانه يعطيني name يساوي علي اذا name يساوي قيمة ال-s وقيمة ال-s هذه تساوي القيمة التي قرأناها في السطر الاول طيب الان ممكن نحاول نفهم الكود في البداية هذا ال-scanner هو class موضوع class نشرحه بشكل مفصل لكن المهم بداخل هذا ال-class scanner يحتاج بانه المرر ل-system.in معنى هذا بانه انت تستخدم امر الادخال بما انه بامر الاخراج استخدمنا system.out فبالتالي بامر الادخال نستخدم system.in ومن ثم dot next line هذه دالة جاهزة موجودة بداخل هذا ال-class scanner هذه الدالة next line هي التي تقوم بقراءة السطر اذا اقرأ السطر التالي فيقوم بقراءة هذا السطر هذه الدالة next line تلقائيا تقرأ قيمة string يعني تقرأ نص لكن في البداية ممكن انه نطبع رسالة معينة حتى انه اخبر اليوزر او اخبر المستخدم بانه ادخل اسمك فاذا ممكن انه نكتب system.out.print استخدم دالة print ومن ثم اخبر المستخدم بان يدخل اسمك فبالتالي interior name بهذه الصورة الان لو نضغط run نلاحظ بانه تم تنفيذ السطر الاول interior name فالمستخدم فهم مني بانه يجب عليه ادخال اسمه الان لو اكتب مثلا علي واضغط enter ال name يساوي علي اذا الاسم يساوي علي اذا حاليا interior name هي من هذه السطر عندما كتبت مثلا علي وكتبت انتر تمت قراءة كلمة علي بهذا الكود ومن ثم تمت تخزينه بهذا المتغير اس اذا حاليا قيمة الاس اصبح يساوي علي ومن ثم طبعنا name يساوي قيمة الاس بمعنى name يساوي علي الان لو نريد بانه نقرأ رقم معين ذكرنا بانه بشكل تلقائي تقرأ قيمة نصية يعني ما تفهم سوى النصوص فاذا هناك دالة اخرى اسمها next integer اذا اردت ان تقرأ قيمة انتجر فتكتب next integer لو اردت ان تقرأ قيمة float مثلا فتكتب next float لو اردت ان تقرأ قيمة double فتكتب next double بهذه الصورة اذا سنكتب نحن next integer بهذا الشكل اذا حاليا المفروض بانه نقرأ قيمة انتجر طبعا الآن يعطيني إراء سيب بهذا بانه هذا المتغير نوع سترنج فنعرف نوع المتغير على انه انتجر وعلى سيء مثال نعطي رسالة المستخدم بانه interior age اذا ادخل عمرك نطبع رسالة ايضا مثلا your age is ومن ثم الرقم ومن ثم مثلا years old طبعا هذه الانتجر نضغط run اذا الآن ظهرت رسالة ادخل عمرك فعلى سيء مثال 21 اضغط enter اذا your age is 21 years old اوكي اذا your age is هذه انا طبعتها بهذا الشكل ومن ثم الاس هذه الاس القيمة التي ادخلتها القيمة التي ادخلتها هي 21 فاذا your age is 21 ومن ثم years old طبعا الان ممكن ان تتواجه مشكلة في فهم هذا السطر طبعا هذه new بمعنى انشأت object جديد من هذا الكلاس اللي اسمها scanner هذه system.in هي عبارة عن براميتر ادخلتها بالconstructor الخاص بهذا الكلاس هذه الامور كلها سنشرحها في الدروس المتقدمة اذا لا تهتم من هذه الامور كل الذي يجب ان تفهمه بانه حتى نقرأ السطر من الكونسول او من هذه النافذة الدالة التي تقرأ الاسطر اسمها next فالدالة هي next line اذا نقرأ string او next integer حتى نقرأ integer next float نقرأ float next double نقرأ double وهكذا حتى نصل لهذه الدالة اضطررنا الى انه نكتب هذه الاكواد